نذهب الآن لإسبانيا حيث قدم فريق ريال مادرين الإسباني مدربه الجديد القديم الفرنسي زيدين زيدان وليس يقود النادي الملكي حتى صيف العام الفين واثنين وعشرين خلف الأرجنتيني ساندياغو سولاري الذي أقل بسبب التوالي النزائج السلبية وفي كل المسابقات الريال المتواج بثلاثة ألقاب من دور الأبطال على التوالي غادره المدرب الفرنسي صيف العام الماضي زيدان سعيد بالعودة للريال لنتابع إنه إحساس جيد أنا سعيد أنا سعيد بعودتي إلى هنا وأنا لم أذهب بعيدا لأنني يعيش هنا في مدريد أنا سعيد بالعمل مرة أخرى مع هذا النادي العظيم تركت الفريق لأنني احتجت شخصيا للقيام بذلك كنت مدربة للريال واحتاج النادي وهيئة التدريب للتغيير بعد فوزنا بكل شيء لم يحدث هذا معي فقط بل قبلي أيضا لأن سنة هذا النادي هي التغيير وأحسست في تلك اللحظة أنه حان وقت المغادرة واتخذت الآن قرار العودة لأن الرئيس بيريز اتصل بي ولأنني أحب الرئيس وأحب هذا النادي لبيت النداء قضيت تسعة شهر هنا في مدريد عشت هنا وقمت بكل ما أريد القيام به وأعدت شحن البطاريات وأنا للسداد الآن للقيادة وتدريب ريال مدريد وأنا سعيد بأن تتاح لمرة أخرى فرصة تدريب هذا الفريق العظيم نعود مرة أخرى لعاصمة الرباط منعم زيدان مرة أخرى في الريال هل هو قرار حكيم من الرئيس بيريز ومن المدرب زيدان وبعجال لو سمحت بطبيعة الحال هو قرار حكيم أن قدم أوجه رئيس بيريز بعد الأخطاء الكاريتية زيدان أسطورة عرف كيف يغادر لاعبا في أوجه عطائه عرف كيف يغادر مدربا في أوجه العطاء وعودته كانت من الباب الكبير بل بالإلحاح وفي طلب لعودته بعد الهيار كامل للريال الذي أضع كل شيء في ظرف أسبوع واحد أعتقد بأن خروج دين زيدان من ريال مدريد كان لم أقول خطأ بل كان قرارا ارتجاليا من الرئيس فلورنتينو بيريز الذي لم يهيئ له آلية للشغال كما كان يريد وفي اعتقادي الشخصي زيدان سيعود ليماهد لطورة داخل القلعة البيضاء مدرب أسطورة لاعب أسطورة شخص محبب للجميع اليوم يسرق الأضواء والأنظار حتى من عصبة الأبطال الأوروبية بعودته التي فاجأت وأدهلت الكل بعدما ربطت تقارير بأندية كبرى سعيد جدا أنا شخصيا بعودة دين زيدان لأنني شخصيا أكون تقديرا واحتراما لهذا الأسطورة بقدرة تقديري وحبي لريال مدريد أيضا زميل عبد الله شكرا لك منعيم بالمقدم الناقض الرياضي مرسل موقع كورا والصحفي بجلدة المنتخب مرسل موقع كورا والصحفي بجلدة المنتخب